مرحبا برج الجدي اهلا فيكم في القراءة العامة هنا اول شي باذكر لكم الطاقة العامة وبعدين نتغل الى الطاقة الاسبوعية الشي الوحيد اللي راح اذكره انه هذي قراءة عامة وكما راح احدد فيها هذي القراءة حق حب او حق عمل او حق هجرة انتو اللي لازم تشوفونها وتطبقون القراءة بما يناسب وضعكم الحياة الحالي ان داخل هذا الشهر يا برج الجدي بطاقة شوي ثقيلة بطاقة انت قريدي اشتهت وايد احس زرعت وايد الكثير من البذور انزين وما عندك حتى شوي تصبر ان تخلي الشي اللي زرعتها يطلع بروحها داخل الشهر وعندك طاقة كنترول عندك طاقة سانجز اكثر واكثر ولو ان هذا الشي قريدي زين طاقتك الشهر يكون جدا خفيفة الطاقة قاعدة تدعوك الى انت بطاقة ثقيلة انك ترتاح تحط رجل على رجل وشوي تسمح للطاقة ان هي مثل الوردة لتفتح امامك اوكي الاشياء اللي تب تنجزها في اشياء وايد تقريبا ثلاثين سبعين بلمية مادر احسي هني طاقة الارقام الفردية ثلاثين سبعين لالامور اللي انت اردي ما اخذ على نفسك مسئولية انه راح تنجزها اردي راح شخص اخر او امور ظروف اخرى تسهلها امامك فشوية اطلع من طاقة انه انت حاط على نفسك عب ولازم تنجزه وحاط على نفسك بعد ديدلاين وقت تسليم انزيل حاط على نفسك هدف معين مبلغ معين مثلا دخل معين لازم توصل لخلال هذا الشهر الطاقة راح تتساعد معاك اكثر لما تشيل هاي العب عن نفسك ترى هذا العب انت اللي حاطه موجه لنفسك وعلى نفسك ما حد راح يستفيد لما انت تريح نفسك يعني انا ما راح يدخل في جيبي شيء اذا قتلك ارتاح اعتن بنفسك اكثر لان اذا تشوف اغلبية هنا الاوراق اللي عندنا في الاسبوع الثاني وثالث من الشهر الوانها اللي بنفسجي الى البنك الفوشي الالوان اللي تساعدك او تشجعك هنا على الاسترخاء على التركيز على نفسك اوكي وتسترخي شوي ندخل في الطاقة عندك هنا الكارت اللي يقولك a leg up اوكي طاقت مثل ما انا قلتلك حض رجل على رجل لان في شخص في موضوع احس هنا شخص هو ايضا ظروف خليط من الاثنين راح تتسهل امامك تعطيك دفعة الى الامام بدون ما تتعب نفسك ومع هذا الكارت عندك ستة الاغصان والكوبين هنا هذه المساعدة اللي راح تأتيك بطيبنية في شخص هنا يحب مقبل عليك وحابب انه هو يكون القائد في موقف معين او يساعدك في مشروع ان تحطه في بالك سواء كان مشروع حب زواج بزنس يبي يهب الى مساعدتك وهو اوردي شخص نجح في مجاله عنده خبرة في هذا المجال اكثر منك انزين فتح في هذا المجال قبلك انت حتى سبقك في شي معين وبكل طيبنية لانه عند طاقة الكوبين طاقة السول ميت انزين بكل طيبنية يبي شوف يبي صب من كوبة الى كوبك ينقلك نوع من الخبرة نوع من الاسرار المهنة حتى اسرار سواء شلون مثلا اذا انت يا برج الجديحات في بالك علاقة تريد ان تحولها الى زواج في هني راح تكون يكون في شخص يعلمك تقنيات احترافية بالضب شلون تزوج الشخص اللى في بالك شلون تخل الشخص اللى في بالك يلتزم اكثر اخوة حتى يطلب منك الزواج انزين شلون تحصل على اللى يتبيه من الاشخاص باقل مجهود ممكن فقط ما قاعدة تشجعك هني تتارو ان انت اجتهد وانت روح سو وانت اركض وانت الفح لا ستباك لانا في شخص هني اذا تشوفي هاي الصورة راح يعطيك دفعة راح يفتح لك عينك على امور طريقة اسهل تخلص فيها اجراءاتك اوكي داخل وانت قلت لك داخل بقوة تب تنجس كل شي بسرعة وعلى كيفك معروف عن برج الجدي يحبه هو يتحكم ولكن ما اجمل التحكم اللي اردي يصير على مزاجك ولكن الشغل الحمل الثقيل يشيل عنك شخص ثاني وهذا اللي يقوله لك اول كرت عندنا هني انا نشوف الدب الصغير متعلق على ظهر دب اكبر منه فشخص تقدر تثق فيه لان هذا الدب اكيد امه اوكي ما حد يقدر يتعلق على الظهر تذي الا الام فشخص مقرب منك شخص يبي مصلحتك وما عنده اي سؤنية اوكي اولوية مصلحتك في الاسبوع الثاني عندك طاقة البلست راح تكون محاط باشخاص مو بس مثل اللي شفناهم هني اسحاب خبرة محاط باكثر راح يزيدون الاشخاص ينضمون لك ستة الاقصان دائما نقول طاقة التثويج راح ينضمون لك اشخاص اكثر مثل عندكم احتفالة ومهرجان تعرف المهرجان اللي تنضم مجموعة بعدها مجموعة بعدها مجموعة راح ينضم الى فريقك الى جانبك بعد المزيد من الاشخاص اللي بعد عينونك زيادة انت راح تكون منعم هذا الكرت يتكلم عن النعمة يتكلم عن الراحة لون البربل لون الدلع لون الانا بس مو الانا اللي انتعبها الانا اللي ريحها لانا اريد انداخل من شهر 9 اشتهت وايد وهذا هنين وقتك للراحة والصدفة اليوم انه حتى لون اضافري يمشي مع طاقتك انت اكثر شيء برج الجدي انزين معاها ملك النار ملك الاقصان طاقة الابراج النارية احتمال ان هذا الشخص اللي رح ينضم لك الجديد الشخص الجديد في حياتك احتمال ان يكون برج ناري رح يشيل عنك حمل ثقيل يعني كأنما تشوف الصورة اللي باوصلها لك انت مثلا حامل اغراض من السيارة الكثير من الاكياس وحمل ثقيل وانت بروحك مصمم ان كل هاي الاغراض توصلهم للبيت بروحك اول شي بصير رح يقابلك في الطريق شخص يعرفك شخص يحبك ويساعدك وبعد ما ينديك تمشي خطوة خطوطين لانا على طول الاسبوع بعدها ما ينديك تمشي خطوة خطوطين ترد تقابل شخص شخص ولكن هذا مو مقرب منك رسمي اكثر العلاقة بينكم رسمية اكثر ولكن ايضا يعرض عليك المساعدة بما يتيح لك ان انت تكون منعم مرتاح تشيل اكياس خفيفة الحمل الثقيل لانتك تطالع وبتسوي فهني الرسالة لك ان انت تقبل مساعدة الاخرين خلال هالشهر ساعات متعة نحنا نشيل كل الجهد ونقول انجزنا بروحنا ولكن نعرف بعد متى نتقبل المساعدة عندك هني page of swords في احد من برج هوائي احتمال كبير عنده شك في نواياك لو كنت انت اللي برج الجديد تحاول تساعد شخص ففي هني شخص من برج هوائي دل وجوزاء ميزان عنده نوع من الشك في نواياك اذا ما كان شك فهو عنده نية ان يتعلم منك او تشوف قاعد ياخذ تجربتك هذا الشخص ممكن يكون اصغر منك سنن اصغر منك خبرة انت هني اللي انضج انت اللي عندك مثلا طاقة الملك طاقة الخبرة انزين هذا الشخص يربي يساعدك او يتقرب منك بنيت ان يتعلم منك ما عندهم هذلين الشخصين اللي يهبون الى مساعدتك من الاسبوع الاول الى الثاني في شهر اكتوبر ما عندهم اينية سيئة ولكن فقط البرج الهوائي عنده نوع من الحذر انه يتقرب منك ولكن شنه يخايف من نوع من اللدغة خايف من اللدغة هل انت معروف انه تلدغى او اهو لدغك في السابق فخايف من ردة فعلك ولكن كأنه ما هني مضطر انه يتعامل معك في الفترة القادمة خصوصا خلال شهر اكتوبر الاسبوع الثالث عندنا المزيد من طاقة لون البنفسجي او الوردي طاقة اليين طاقة الانوثة المزيد من طاقة الرعاية ولكن احس هنا الدفعة او الطاقة الزيادة الوقت الزيادة اللي رح يأتيك من هاي الطاقة المريحة خلال شهر اكتوبر من الاسبوع الثالث رح تكون مرتاح بما فيه الكفاية حتى تقدر تساعد الاخرين انا عندنا هنا سبعة الخماسيات معاه وايضا كرت الجوجمنت احس هنا برج الالجدي فيه موضوع عندك مشروع يمكن حتى مشروع علاقة صداقة زميل عمل حتى فيه امور ما مشت على كيفك مع شخص من برج هوائي ما ادري ليش الطاقة قاعد ترجعني لطاقة الاشخاص الجليد الجليد والسيوف الخليط هذا هي الابراج الهوائية ما مشت الامور في العلاقة بينكم على مزاجك حاولت انه تضم الى مكان عملك حاولت انه تتقرب منه في السابق ما صار هذا الشي وفي السابق كان هذا الشي ارقك كان هذا الشي في نوع من انه ينرفزك لان كل الاشخاص قادر انك تضمهم معاك وكل الاشخاص يحبون الى مساعدتك يتفقون معاك ويحبونك الا هذا الشخص واقفلك مثل العظمة في البلعون رح تستغلب خلال بداية شهر اكتوبر الى بداية نوفمبر ان هذا الشخص شوي يبتدي لين لانه عندنا الحوض الحوض في ماء الماء طاقة الليوني يبتدي لين فلا تحكم بسرعة عليه لا تحكم بسرعة على نواياه اعطى فرصة هنا سبعة الخمواتيات كان يقول لك بس لان هذا الشخص رفض انه ينضم لك في يوم من الايام رفض انه مثلا يتزوجك رفض انه يكون صديقك رفض انه يعمل عندك يعمل معاك حتى يوظفك زين لقيت منه نوع من الرفض او عدم التعاون مش معناتها انه خلال فترة القادمة ما رح تقدر تحصل منه اللي تبيه رح يكون عكس اوكي مو بسبب اهوى هاي الاشخاص يساعدونك لا رح انت تكون وصلت الى مستوى من النجاح مستوى من ابي اوصلك هني فكرة انه انت ابتديت من شهر من الشهر السابق شهر تسعة معتمد فيه على نفسك وعلى جهودك فيه شخص هني رفض التعاون معاك او عطاك ظهرة هنزين ولكن لانا شافش اشخاص ثانين قاعدين يتعاونون معاك ام يبون يفتحون معاك مجال للحب للتجارة للبزنس للوظيفة فهو هني صار متشجع امر بينكم كان متوقف رح ينفتح مرة ثانية عندنا كرت الججمنت كرت الرجوع واخر كرت عندنا هني لاخر اسبوع من شهر اكتوبر هو البيز الراحة احس هني لانا عندنا الحمامة رمز السلام وهني عندنا البيضة بنهاية شهر اكتوبر راح مو شرطة تيك بس هدية راح يبتدي الشي اللي انت اريدك تمشتغل عليه من شهر تسعة يعطيك مردود حقيقي احس هني الرسالة لك المردودة الحقيقي السلام ان انت في النهاية تكون مرتاح توصل لنهاية الشهر مرتاح لان تعرف ان الشي اللي اريدي تبيه تحتك تحتك تقريبا وصلت لمرادك تقريبا وصلت الى تحقيق امنيتك ممكن امنيتك ان تتحرر لان دائما الطيور رمز للحرية والطيران ممكن امنيتك ان ترتاح ماديا ترتاح في الحياة ترتاح عاطفيا او تلاقي شخص تثق فيه هنا شوي في ازمة ثقة عندك بالاخرين وتبقى بس تعتمد على نفسك تلاقي نفسك في مكان مريح ان شاء الله بنهاية الشهر وكرتات التارو اللي مع هذا الكرت ملك السيوف شوف شخص كان رافض يتعاون او شخص كان يشكك فيك يتحول الى ملك السيوف واربعة الخماسيات راح يكون تشوف نهاية الشهر حتى المعارضين لك راح ينضمون الى صفك حتى اللي كانوا يعارضونك ينتقدونك راح يسوون مثلك حتى الشخص اللي ابتدى في المجال اللي انت مثلا داخل فيه وكان اهوه اكثر منك خبرة راح يحاول انه يتقرب منك يتعلم منك هنا فيه رجوع لشخص اعطاك ظهرة يحاول انه يرد يفتح معاك الحديث يرد يبني معاك نوع من جسر الصداقة يبني معاك نوع من العلاقة وبعده على حذر لانه عنده اربع الخماسيات انت باع تخليك على حذر انت تخليك على حذر لانه عندنا البيضة البيضة مثل القشرة اللي ما نشوف خلالها كل شيء يعني الطير لما يكون داخل القشرة او الفرخ ما نشوفه نوع من تغطية تغطية فانت لا تكون واضح مع هاي الشخص خصوصا لي ما يكونون مو الاشخاص اللي قاعدين يوني يساعدونك خلال هالشهر ولكن طاقة الاشخاص اللي حاولون بالضبط يعرفون التطورات اللي في حياتك وبالضبط مو قلتلك هنا فيه شخص في البداية بداية اول اسبوع رح يدخل في حياتك شخص يعطيك من اسرار المهنة لما يكون نشرب على قولتهم من ماء الحياة ومن ماء الخلود خلاص تدخل فيك هذه الخبرة تدخل فيك هاي الطاقة تصير تعرف على طول من تتعرف على هاي الشخص تصير تعرف اسرار المهنة وتصل للشي اللي في بالك فاحذر من الاشخاص اللي حاولون يدخلون حياتك يبينون انهم نيتهم طيبة يبينون انهم واضحين فقط من اجل الكشف عن الاسرار اللي انت صرت تملكها اوكي اربع الخماسيات هذا الكارت يشجعك ان خذعات مع الكل خلك اجتماعي مع الكل ولكن في اسرار معينة في قصص قصص سوالف امور ما تنقال للكل لازم تكون جدا محنك ملك السيوف ملك محنك انت بطبيعتك فاهم من هذا الشخص هاي الطاقة بشكل عام سواء كانت شخصة او مجموعة من الاشخاص فاهم من هاي الاشخاص اللي قاعدين يحاولون يتقربون منك فقط من اجل شي معين انا هني تقاعد تحصل نوع من المساعدة وهني في شخص اعطاك ظاهرة يوم من الايام الحين يحاول يرجع الى محيط طاقتك بس لان شاف امورك قامت تمشي تصير بخير بس لان شافك قمت ابتديت تنجح يطلع لك صيت الصيت هني اللي ابتدى يطلع لك من بداية الشهر انزين فاحذر هني كأنما هذا الكارت ملك السيوف وقل لك نعم احكم على الناس بالظاهر ولكن ايضا اخذ الحذر من الباطن هذا الملك يقول لك هذا الشي وراح اسحب لك الحين يا برج الجدي كارت اخير تبع الطاقة الحيوانية للشهر دير بالضبط هذا الحيوان اللي يسمونه الغزال او الريم الضبي حتى ولكن الانثى الدير هي الانثى للضبي وعنصره ترابي عندك هني بعد طاقة الانوثى الين واللون البنفسجي اللون الوردي هني بشكل عام التارو قاعد يحذرك ان تختار معاركك او تختار الاشخاص اللي تساحبهم اللي تؤمنهم على اسرارك بحذر لما يدخل في حياتك شخص هني الوردي ناجح يقدر يساعدك يقدر حتى يرفعك في وظيفتك في حياتك ينجحك زيادة تركب على ظهره او كتستعين به يكون مثل السلاح اللي في يدك هذا الشخص لازم تقرر انك تعطي جزء من اسرارك عشان يساعدك لما تكون تثق فيه ولكن فيه اشخاص ثانين لا تكون دائما اوبن للكل او متاح للكل فيه اشخاص نعم لازم تبتعد عنهم لان هذا دائما نتكلم هذا الكارتة عن الضبي الوجل الضبي اللي بسرعة يخاف خلك معطاء مع الاشخاص اللي يعطونك بالضبط على قد ما يعطونك عطهم على قد ما يثبتون لك حسنياتهم ثق فيهم ولكن الشخص اللي فقط يظهر على عتبت بابك من العدم ويطلب منك ان تعطي فرصة ثانية بدون ما يثبت لك نفسه هذا لازم تحذر منه ابدا لا ترخي حذرك لا تفقد حذرك اربع الخماسية تقول لك لا تفقد حذرك كن حذر تمسك بالاسرار تمسك بالشيء اللي انت تملكه شيء تملكه علاقة زواج اطفال استقرار وصلت تصل لنوع افضل مستوى افضل من الاستقرار لازم تكون وايد حذر في المحافظة عليه عن طريق انك تكون حذر من الاشخاص اللي يدخلون حياتك افضل مستوى